في هذه المنطقة وقال ان منتجات هذه المنطقة الصناعية الروسية مش للشرق الاوسط او كده لا ده حتى كمان لكافة الدول الافريقية كلم ايضا وفي نقطة مهمة وانتبع مع حضراتكم طبعا كلمتين الرئيسين بعد قليل على الجانب العسكري والتقني او الجانب العسكري والفني وقال الرئيس بوتين قال اننا عندنا تعاون كبير منذ سنوات طويلة في المجالين العسكري والفني وقال انه الان حاليا في مناورة بتجري بين قوات المظلات المصرية والروسية هنا في مصر وقال ان نحن يعني عندنا اهتمام بهذا الامر مساعد الرئيس الروسي يوري اشكوف النهاردة اعلن انه خلال اللقاء سيد الرئيس مع الرئيس بوتين تم عرض ده الجديد بقى يعني ده المعلومة الجديدة تم عرض مجموعة من الاسلحة الحديثة خلال الاجتماع ده ما تعرضش في ما تقلش في الاعلام وما تطلعش لنا يعني لانه ده كان الاجتماع لم يتم الاعلان عن كل التفاصيل في بيان رسمي طلع من شوية ولكن زيان بقول لكم الجانب الروسي مساعد الرئيس بوتين طلع النهاردة وقال انه خلال هذا الاجتماع او خلال الجلسة المباحثات انه الروسيا الرئيس بوتين عرضوا عدد مجموعة كبيرة من احدث الاسلحة التي امتلكها الجيش الروسي وايضا المعدات العسكرية الحديثة اللي امتلكها ايضا الجيش الروسي وقال انه كمان عرضنا عدد من السيارات الحديثة ومنها السيارة اللي هكلم حضرتكو عليها بعد شوية اللي هي اورس الحديثة احدث انواع السيارات اللي هي ضمن مشروع كورتيج الروسي مشروع هكلم حضرتكو عنه بعد شوية ولكن وانه هيكون طبقا لي مساعد الرئيس بوتين يوري اشكوف قال كده انه ما تم عرضه اليوم من اسلحة حديثة لدى الجيش الروسي ومعدات حديثة ايضا والسيارات الحديثة ستكون موضوع للمفاوضات خلال الفترة القريبة قال ان مصر هايبقوا فيه مفاوضات مع مصر لانه مصر عندها رغبة ايضا يعني يكون عندها احدث انواع ايضا التسليح من الذي يمتلكه الجيش الروسي فاحنا النهاردة قدام زين بقول لحدكم الشراكة حقيقية الرئيس كمان يعني تحدث عن العلاقات تحدث عن ما قامت به روسيا خلال الفترة الماضية تكلم عن اتفاقية الشراكة وقال ان هي بتكتب فصلا جديدا من العلاقات هذه الشراكة الاستراتيجية وانه هيكون كمان عام 2020 بعد سنتين من الان هيكون فيه هو عام الثقافة او عام الثقافة بين مصر وروسيا عشرين عشرين وهيكون تم الاتفاق عليه ما بين الرئيس عفتاح السيسي والرئيس بوتين اليوم وهيكون عام عشرين عشرين عام الثقافة بين مصر وروسيا الرئيس ايضا تحدث عن الوضع في المنطقة بشكل عام ويعني العلاقة المصرية الروسية اتكلم على ما بين سوريا ليبيا فلسطين قضية الارهاب ودور مصر كمان في كل هذه القضايا اتكلم ايضا الرئيس عن التعاون اللي هيكون من بين البلدين خلال الفترة القادمة واستمرار التعاون اللي هو موجود على مدى السنوات الماضية الروس من الدول الكبيرة اللي هي شركاء معانا من بداية اول مصانع وبداية اول اتفاقيات وعلاقات ما بيننا وبينهم من الاربعينات الاربعينات بدأوا